السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحيي كبيرا لكون إنجاز 17 ميدالية للمنتخب السعودي يحقق المركز السعودي لكمال الأجسام إنجازا تاريخيا بحصوله على المركز السعودي في بطول العالم التي اختتمت أمس في جزيرة كيش الإيرانية وقيمت خلال فترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجار بمشاركة 65 دولة وجاء تحقيق الإنجاز بعد أن نال أبطال الأخضر خلال المنافسات 17 ميدالية متنوعة 7 ذهبيات و6 فضيات و14 برونزية إزجاءات الميدالية الزهبية عن طريق اللاعبين أو اللاعبين يوسف نعيمي وأحمد طاسان ومبارك الزنان وخالد خان وطلال حوسي وحسين حمادي وأحمد مغربي في منال الميدالية الفضية كل من نايف النمشان وسامة مجلي ومحمد عبد الجبار وعلي أبو المكارم ويوسف نعيمي وأعقيل الجعفري فيما حقق الميدالية البرونزية كل من وليد الدوسري جاسم درويش رمضان حوسي وأحمد الحربي وحمد دان الغامضي وعبد العزيز المهندس وريان الشلالي ومحمود البيس ومحمد التاروتي وأحمد الطاسان وحسين حمادي وبدر نوري وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكمال الإرسام أي من الرشد التهنيئة للقيادة على هذا الإنجاز التاريخي مسمنا في هذا الصدد الدعم والمتابع عامل الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة ونتج عنه التحقيق المركز الثالث على مستوى العالم وهو ما يؤكد تمييز رياض كمال إرسام في المملكة ووصولها للعالمية كون البطولة السابقة بإسبانيا شهدت نتائج مميزة للأخضر وميداليات وعشار الرشد إلى ما قدمه لعبو الأخضر خلال منافسات البطولة وسط مشاركة أبرز لعبي العالم وتوجهوا بهذا الإنجاز إضافة إلى الجهود التي بزلها جهازاً الفني والإداري للأخضر وتهيئتهم للعبين مؤكداً أنهم يسعون ووفق استراتيجية الاتحاد لمواصلة هذه الإنجازات والنجاحات والوجود في منصة التتويج لمختلف البطولات القارية والدولية